للحديث أكثر عن مستقبل الأزمة الاقتصادية في لبنان عن المفهوضات مع صندوق النقد الدولي غياب كل هذه الأصلحات القائمة في لبنان ينضم إلينا الخبير الاقتصادي أنتوان فارح صباح الخير صباح النوم يعني بالبداية اليوم كل الصحف اليوم بعيدا عن زيارة لودريون والتقدم بالملف الرئاسي أو ربما البطء في الملف الرئاسي هناك معطيات تشير إلى أيضا أزمة مالية ستطول حتى لو أتى رئيس الجمهورية في الأسابيع القليلة المقبلة على اعتبار أنه لا إصلاحات قائمة الفجوة المالية إلى تزايد ولا سياسات مالية واضحة في الأيام أو في أسنوات القليلة المقبلة توضع طبعا خلال هذه الفترة ربما لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اللبناني من قومات الدولة في لبنان اليوم في حال هل أصبح ملف التعاون مع صندوق النقد وراء لبنان كليا ماذا يعني هذا الأمر كيف سيترجم بالنسبة إلى القطاع العام إلى الموظفين إلى السياسات الأصلاحية إلى الهدر المالي وإلى كل الاحتياط والفجوة المالية في لبنان نعم خلينا نوضح أولا أنه صندوق النقد يعني مش صحيح الكلام الذي يقال أنه وكأنه قطع وراء لبنان ما اعتبر أنه ملف لبنان صار على جنب هذا الكلام كنا نسمعه يعني سابقا حتى لما حكيني نحطها مهد يقال أنه في مهلة محددة وعند بعد هيك صندوق النقد يوقف التعاون بالحقيقة دعني أعكد أنه صندوق النقد ما عنده مشكلة بهذا الموضوع مستعد للتعاون لمدى طويل لكن المشكلة عند لبنان يعني الصندوق النقد بيعرف ويقول هذا الكلام الناس خليه فيه أنه بالنتيجة من مصلحة لبنان يستعجل الحل لأنه بالنتيجة لبنان هو بيدفع ثمن كل تأخير عم بيصير بهذا المدى ومن هون إذا بنتلاحظ الوفد ركز على موضوع أنه أربع سنين يعني عبدو على أنه وقت تكون الأزمة صلى أربع سنين وبعد ما اتخذ أي إجراء لمعالج هذه الأزمة من الطبيعة أنه هذه الأزمة لو أربع سنين بلشنا بعلاجها كان ممكن تستغرق أربع أو خمسة سنين بس أنه طالما طولنا هالقد صارت تستغرق أكتر وصارت تكلف أكتر وإذا بنطول أكتر لستكلف أكتر لكن صندوق النقد يعني ما سحب بيده من لبنان والدليل أنه يتبين الأخير الذي يعملوه ورغم التشيقهم والانتئادات اللازمة على الدولة اللبنية إلا أنه ضو على بعض الأضايا منها السياسة الجديدة المتبعة بحاكمية مصرف لبنان وطالب ببعض الأمور منها توحيد سعر صرف الدولار بما يعني أنه بعد عنده أمل أو بعضه عم يعطي فرص للدولة اللبنانية لحتى بالآخر تأخذ المسار الصحيحة اللي لازم تأخذوا بس مثل ما بلاش الحديثة بجعب قليك أنه صندوق النقد ينظر إلى الأمر على أساس أنه الدولة اللبنانية أو لبنان أو اللبنانيين هن اللي بدون يدفعوا طمن التأخير وهن اللي لازم يكونوا مستعجلين تندوق النقد المشكلة اللي مش عنده بهذا الموضوع ما الذي يؤخر اليوم يعني ما هي الإشكاليات أو النقاط العالقة بين صندوق النقد ولبنان أو بالأحرى يعني الإصلاحات اللي عم بشيروا أنه فيه بطء بتنفيذة أو على الأقل فيه تقاضف للمسئوليات ما هي النقاط الأساسية ولماذا تتأخر من الجانب اللبناني؟ بالحقيقة فيه شئين بهذا الموضوع الشئ الأول يتعلق بالإجراءات للي كان لازم يخدها لبنان ليوصل للاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي يعني الانتظام المالي خطة إعادة هيكلة المصارف كل هذه الأمور كانت هذه يعني هي من الأطلاحات بحد ذاتها ما هي إجراءات وممرات إلزمية للوصول إلى خطة التعافي وبدء الإنقاذ وبالتالي كل هذه الإجراءات ما نفستها الدولة اللبنانية رغم مرور سنة وشهرين أو ثلاثة على الاتفاق الأول على مستوى الموظفين مع صندوق النقد ونحن كلنا نتذكر أنه حتى بالتساب يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النوائب كلهم نوافقوا على هذا الموضوع ويمكن صندوق النقد كان حريص أن يكون فيه موافقة من الرؤساء الثلاثة لحتى يتأكد أن المسار يمشي بالطريق الصحيح ما يحدي في اليوم كل هالإجراءات كل هالممرات الإلزمية نحو الإنقاذ بعد ما تفزي الشقة الثانية الأساسية التي تظهر أكثر خلال زيارة الوافد هي بيتعلق بالخطة التعافي نفسها يعني فلسكة خطة التعافي التي تقوم على مبدئيا شطب الودائع أو حط خط زيح بين الماضي والمستقبل وهذا الموضوع كان مريح على صندوق النقد الدوليين اتفاجأ أنه اليوم اللبنانيين عم يرفضوه هلأ الموضوع يعني المشكلة مش بالرفض كان حقهم للبنانيين يرفضوا بس كان لازم من الأول يكونوا واضحين بهذا الموضوع ويكونوا رافضين مبدأ شطب الودائع ويكونوا عم يفهموا المسؤولين بصندوق النقد أنه هؤلاء المطلوب مش بساهمة الدولة أن تدفع ودايع أو تعود خسائر هي مسؤولية الدولة أن تشوف قدامها تدفع من الديون للي هي استهلكتها فقط لغاية وبالتالي لو اشتغلنا على هذا الموضوع بهذه المنهجية ما كان اليوم صندوق النقد عم يتفاجأ أنه بعد أربع سنين جايين نقل له نحنا وكل الخطة اللي الرسمة واتفقنا على فلسفتها نحنا ويجايين نقل له أنه لأ ما بتمشي هاي بالمجلس النبي النواب اللي واجهوا يعني قالوا له هذا الكلام وبعطيه الحفة المسؤولين الحصوبيين بلش يلعوا حباء هذا الكلام وبالتالي هاي إذا ما دي كانت المفاجأة أنه كان في غموض وكان في تمويه سابقا واليوم وصلنا على الحقيقة قربنا أجل يقول له لا ما فينا نمشي فيها بدلا نغير الخطة هاي بي كمان لح تعمل إشكالية ولح تستهلك وقت إضافة لنصل لأتفاق أكيد يعني هذا الأمر إضافة إلى السؤال يعني السؤال الأخير اليوم في حال يعني استمرت الشغور الرئاسي أو تم انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي تشكيل حكومي جديد مع وزير بالية جيدة وخطة اقتصادية جديدة هل هذا يعني بأن نحن رح نروح على مفاوضة تبدأ من السفر مع صندوق النقد في هذا الإطار وكم يصمد لبنان في هذا التخبط السياسي الذي ينعكس على الموضع الاقتصادي بشكل مدمر يعني على كل المستويات إذا صار في انتظام سياسي وصار في ني للإنقاذ الموضع بيصير أهوى اللبنان بيتمتع بنقاط أوبا دائما وينكررها وحتى صندوق النقد بالبيانة اللي عمله يعني ركز أو لمح لهذه النقاط وقال أنه بما معناه ما تتوهموا أنه الأزمة راحت لأن صار عندكم الموسم سياحي قوي صار عندكم دولار مقبول وضعه يعني كل هالأمور وبالتالي هذه نقاط أول بيتمتع فيها لبنان بس طبعا أكيد واحدة ما بتكفي وأكيد واحدة ما بتعمل الإنقاذ محتاجين نستثمرها إذا صار في انتظام سياسي وصار في ني نرجع نروح على خط التعافي حقيقية أكيد الموضوع ما بيكون كثير صعب بس أكيد بدوا إعادة تفاوض مع صندوق النقد لأنهم قالت لي إذن إحنا الإجراءات المطلوبة هذه ما بدنا نرجع نتفاوض عليها هذه لازم نخدع كلنا الكلت إجراءات منها الكابتال كونترول الانتظام المالي إعادة هيكلة المصارف هذه إجراءات لابد منها لكن الخطة الأساسية للي بتنظر على وضع الموضعين وتوزيع الخسائر هاي بدنا نرجع نتفاوض مع صندوق النقد حولها وهي لازم نقربها بمنهجية جديدة وفلسفة جديدة لو حتى يقتلع كمان صندوق النقد إنه مش راح تعمل تقل على الاقتصاد الوطني لما بيوافق على هذا الموضوع بمعنى إنه صندوق النقد ممكن يوافق وما عنده مشكلة إنه نكون إحنا عم نتفع الوداية وعم نرجع نخفف ألف السائل عن الناس طالما هي ما عم تعمل حمل كبير على الاقتصاد ولما تعمل حمل كبير على الاقتصاد بدنا نقنع إنه راح نغير المنهجية وإنه هو جي دي بيلة اللي عم يشوفها اليوم قدامه للبنان هذه راح تتغير كليا لأننا نحن شبكي القطاع الخاص ولحن نعمل فلسفة جديدة بالإنتاج وبالتالي حجب اقتصادنا راح يتفع بشكل كتير كبير مش مثل ما هو هلأ ناشي بهذا النمط مش راجعين عن النمط الكلاسيكي إذا تنع صندوق النقد بهذا الأمر بعتقد الموضوع ما بيكون صعب ولبنان فيه قلع بوقت مقبول جدا قياسا بدول تاني واجهة مشاكل قريبة من مشاكل المدينة الكاتب والخبير الاقتصادي أنتوان فارح شكرا لك على هذه المداخلة